موجز الأخبار من قناة ليبيا الحدد في بنغازي أهلا بكم وصل إلى مدينة الكفرة أفراد كتبة سبول السلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة ومعهم ثمانية أشخاص من سائقي الشحينات الذين اختطفتهم العصابات الإجرامية الأسبوع الماضي وأوضح مصادر عسكرية أن أفراد كتبة سبول السلام أيضا من القبض على أسر من العصابة الإجرامية التي قامت بعملية خطف سائقي شحينات وتم إحضارهم إلى مدينة الكفرة يشار إلى أن أفراد كتبة سبول السلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة تمكنوا من تحرير ثمانية أشخاص من سائقي الشحينات بعد أن أقدمت العصابات الإجرامية على خطفهم رفقة أربعة أخرين وفر بهم أدان مجلس النواب الليبي في بيان له عمليات الخطف والإخفاء القصري الخارج عن سلطة القانون في العاصمة طرابلس في إشارة إلى اختطاف رجل الأعمال ومدير قناة العاصمة الفضائية جمع الأصطى من منزله في طرابلس وطالب المجلس في بيانه الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين من دون وجه حق خارج السلطة القانون محملاً الأطراف التي تقف وراء هذه الأعمال أو التستر عليها المسئولية القانونية والإخلاقية المترتبة على هذه الأعمال أصدر وكل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة سالم بحاسية قراراً بشأن تشكيل لجنة تحقيق في وقاعة تعرض إحدى الطالبات بمدرسة النهضة بمدينة اجدابيا للضرب من قبل مدير المدرسة على أن تباشر اللجنة أعمالها ابتداء من يوم الأحد المقبل وأوضح بحاسية أن اللجنة سوف تستدعي للتحقيق كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في وقاعة الضرب المنصوص عليها في مادة الثانية من القرار أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها بصدد البدء في صيانة لمدة أسبوعين لمنصة صبرات البحرية بحقل بحر السلام المؤسسة أشارت عبر مقاها الرسمي إلى زيارة مصطفى صنع الله وأعضاء لجنة الإدارة للحقل للإشراف على أعمال الصيانة التي ستبدأ مع بداية شهر أبريل يشار إلى أن حقل بحر السلام دخل حيز التشغيل فعليا عام 2005 وينتج يوميا 995 مليون قدم مكاعم من الغاز و36 ألف برميل من المكثفات أبحرت أول سفينة شحن لاتحاد المصدرين السوري إلى ليبيا تحمل شحن تقدر بـ 300 طن من صادرات السورية وأوضح رئيس القطاع الزراعي إياد محمد في تصريح لوكالة سانة السورية أن الشحن تتضمن ألبسة وأحذية ومواد غذائية مشيرا إلى أهمية الخط التجاري بين دولتين ليبيا وسوريا لافتا أن السوق الليبي يعد نافذة نحو دول الجوار الأفريقية مضيفا من المتوقع انتظام هذا الخط برحلات متكررة وتوسع الصادرات لتشمل كل أنواع المتاجات المطلوبة في ليبيا ختام الموجز مشاهدين ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي في سبوك تويتر يوتيوب وتليجرام وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هاتفكم محمولة كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث دوت تيفي شكرا للمتابعة وفي أمان الله